السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة بتاع سمك زينة إزايكم هنتكلم النهاردة عن أهم سببين لموت أسماك الزينة السبب الأول وهو تغذية أسماك الزينة بطريقة مفرطة يعني إيه يعني سيادتك بتيجي بتأكل السمك بتاعك مرتين 3-4 في اليوم وبكميات كبيرة زيادة عن حاجة السمك السمك في الطبيعة بتاعته اللي ربنا خلقوا بيها في الأنهار المختلفة ممكن يقعد بالأسبوع أو الاثنين ما بيلاقيش أكل فعشان كده هو دايما تلاقيه عنده شرف ونهى من الأكل اللي انت بتقدمه له يعني انت مهما قدمت له أكل على مدار اليوم هتلاقي السمك دايما بيجري على الأكل وعاوز يأكل لأنه بيبقى خايف أنه ما يلاقيش الأكل ده تاني فدي طبيعة السمك عامة فعشان كده دايما هتلاقي الهواء وخاصة المبتدئين بيبقى صعبان عليه السمك ودايما بيحاول يقدم له الأكل أكتر من مرة في اليوم ودايما الأخطاء الكبيرة جدا ده طبعا بيؤدي في النهاية إلى تراكم الفضلات الكبيرة جدا في الحوق بتاعك وبالتالي هيؤدي إلى انتشار الأمراض وموت السمك بتاعك بطريقة مفاجأة أوقات كتير النصيحة اللي أنا أقدر أقولها لك في النقطة دي أكل السمك بتاعك مرة في اليوم مرة يقدر يخلص فيها السمك بتاعك الأكل في خلال من خمسة لعشر دقايق بالكتير اللي عاوز يأكل السمك بتاعه أكتر من كده يعني مرتين تلاتة في اليوم يبقى لازم يلتزم بحاجات تانية هنقولها وهي أن هو يقدر يوفر فلترة قوية جدا للحوط بتاعه ودي كتير من الهواء ما بيقدروش عليها لأن الفلترة القوية بتحتاج ماديات كبيرة زي مثلا أنت توفر له فلتر كانستر أو فلتر خارجي وده أسعاره بقت غالية جدا خاصة المركات المحترمة منه أو أن انت هتعمل له حوط سامب تحت الحوط وده طبعا برضو بيحتاج خبرة وبيحتاج تكاليف برضو مش قليلة في النهاية أغلب الهواء وخاصة المبتدئين بيبقى عايز يعمل حوط بسيط يقدر أنه يستمتع بالأسماك الموجودة فيه من غير ما يتكلف تكاليف كبيرة زيادة على الفلترة لازم برضو تغيير الدوري لربع مية الحوط على الأقل أربع مرات أسبوعية وده طبعا من الحاجات اللي صعبة جدا على أغلب هوات أسماك الزينة أولا تكلفة برضو من استهلاك مية وسانيا مجهود كبير وسالسا ممكن ما يكونش متوفر عنده الوقت اللي بيقدر يعمل فيه حاجة زي كده فعشان كده إحنا بنقول للأأمن والأضمن أنك تأكل السمك بتاعك مرة واحدة في اليوم وممكن كمان أنك تقسم المرة دي على مرتين في اليوم يعني الكمية اللي أنت كنت تتأكلها له في مرة قسمها على مرتين مرة الصبح ومرة الليل النقطة التانية والمهمة واللي بتؤدي إلى موت أسماك الزينة المفاجئ أو سبب رئيسي في موت أسماك الزينة عدم الاهتمام بالتغيير الدوري لربع مية الحود مرة على الأقل لأسبوعيا وإحنا بنقول مرة على الأقل لأسبوعيا يعني أنت المفروض تغير ربع مية الحود بتاعك بمية مركونة 24 ساعة على الأقل أو مضاف لها موزيل كولور مرة أو 2 في الأسبوع ده يساعد جدا في التخلص من المواد السلمة الموجودة في الحود ومن العامونية اللي بتسبب موت أسماك الزينة بتاعتنا زي ما قلنا النقطتين دول لو أنت اهتمت بيهم أنا أضمن لك إن شاء الله بإذن الله حود هادي ومستقر وتستمتع بالأسماك بتاعتك من غير أي مشاكل إن شاء الله تأكيل قليل تغيير مية حود ناجح بإذن الله الفيديو بتاعنا انتهى أتمنى أكون وصدت لكم معلومة مفيدة لو لك أي سؤال سيب لي تعليق أسفل الفيديو وهرد عليك في أسرع وقت ممكن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته